مساء الخير وحياكم الله في نشرة صالة القبس لأن الشعب الكويتي شعب معطاء ولأن أهل الكويت أصحاب خير وأياد بيضاء وبعد أن خرج من الكويت فيديو لمواطن كويتي قبل أسبوع يشرح فيها تفاصيل مرض الـ ALS فحبينا نقدم هذه النشرة لنقف عند مستجدات ما حصل بعد هذه الرسالة هذه الرسالة كان الهدف منها نشر حالة من الوعي بمرض ALS أو كما يعرف بالتصلب الجانبي الضموري وأيضا دعوة أهل القلوب الرحيمة لتقديم التبرعات لمراكز البحث العلمي عشان نساعدهم في الوصول إن شاء الله إلى علاج هذا المرض العضال الدكتور براين فريدريك نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات برابطة The ALS Association وهي منظمة غير ربحية تتقدم بالشكر للشعب الكويتي لأن بعد نشر الفيديو حصلت حركة ملحوظة بالتبرعات وصفتها المنظمة بأنها مذهلة وكانت مفاجأة سارة لهم ومبعث للأمل على جميع الباحثين والأطباء في هذه المؤسسة الخيرية العظيمة وقال الدكتور براين فريدريك في رسالة الشعب الكويتي نتمنى استمراركم في الدعم ليتمكن الأطباء الباحثون من التوصل إلى العلاج الشافي من هذا المرض القاتل وفي تطور جديد توصل الباحثون والأطباء في الفريق العلمي لرابطة ALS إلى تحديد الجين المسبب للمرض ومحاولة غلق هذا الجين من خلال أدوية وهنا يأتي دور الرابطة في تطوير هذه الأدوية كل هذه الأبحاث تحتاج إلى تبرعات مننا كلنا لأن بهذا التبرع ستتقدم منظمة ALS خطوة للأمام كل المطلوب مننا جميعا الدخول إلى رابطة ALS Association والتبرع بدولار واحد فقط أو أكثر وما تدرون يمكن بهذا التبرع نوصل للعلاج في شيء مهم لازم نأكد علي بأن هذا المرض القاتل من بعد تشخيصه يكون العمر المتوقع لحياة المريض ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لذلك ندعو الأياد البيضاء للتبرع وهنا انتهت نشرتنا مع السلامة مع السلامة